ازاي حضراتكو عاملين ايه كله تمام طيب كلام في الاقتصاد اي الشيء المحبب الى نفسي حب الكبير والاول والاخير الصين عملت ايه علشان تكبر عشان تبقى الصين تبقى تاني اكبر اقتصاد على مستوى العالم اقولك بمنتهى البساطة مشروعات صغيرة ومتوسطة فييجي هنا سؤال ازاي النوع ده او الاحجام دي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصبح ركيزة اساسية تاخد الاقتصاد المصري وتحلق في ظل تحديات موجودة في الدنيا خلوني من غير ما نقعد نطول كتير في الكلام نروح بضفنا العزيز دكتور احمد سعيد خبرنا الاقتصادي البارز ومن الناس الوليلة اللي تاخد منها الكلام وانت واثق مية في المية انه كلام صحيح سليم يصيب السوادى منورنا ازاي الصح الحمد لله كله تمام الحمد لله الموزيع اللي كان بيكلم دلوقتي بيقول يا جماعة الصين بنت حجمها ده على الاحجام دي من المشروعات وكنا زمان في اقتصادياتنا بتاعة المنطقة لنلقي بالا لهذه الاحجام الاستثمارية وبنشوف ان المشروعات العملاقة دايما هي دي غير كده مش مهم كماليات ثقافة الانتاج يعني لما يكون الانتاج ثقافة شعبوية الناس كلها هي بتبص للانتاج ده انه هو الوسيلة الوحيدة ان حياتهم تدغير كل حاجات تدغير حلو ثقافة الانتاج يعني اول لما الناس تبدأ تقدر العامل اول لما الناس تبدأ تقدر فرصة المكسب اللي هيبقى فيها شوية تراب وشوية شحن انت هنا هيحصل تغير كل في المجتمع وخليني اقولك على نموذج حصل لما بدأ الاعلام المصري يهتم بالشباب اللي عندهم بيقدموا مشروبات ومأكلات في الشوارع وبقيت الفكرة دي مقبولة بقى مقبول بالنسبة لي ان اخويا وابني بقى عنده مشروع من النوع ده وبقيت متقبل الفكرة ومش هقول له اصل ده انت مش عارف دي تشتغل شوالا انا شكلها اعمل ازاي فانا في الاول محتاج ان الفكرة تكون موجودة عند الناس طالما الفكرة موجودة والارادة موجودة عند الناس كل حاجة بعد كده ممكن تتغير وسهلا انها تتغير لان دايما السوق بيتابع الاحتياج يعني دايما الحاجة ام الاختراع فطالما انا عندي الرغبة عند الناس والارادة كل حاجة بعد كده ممكن تغيرها فانا لغاية النهارده ثقافة الانتاج مش موجودة عندنا وده نتيجة مجموعة من العوامل احنا تقصرنا لمدة 20 او 25 سنة باغرق صيني بالمنتجات الصينية احنا تقصرنا من سنة 92 باثار العلمة اللي حولت افكارنا تجاه الاعمال الخدمية وتجاه العمل في التجارة وان دي المجالات المربحة انما ثقافة الانتاج وثقافة الصناعة ما بقيتش موجودة عندنا زي ما كنا بنتكلم مقبول بالنسبة لك ان انت تربي قطة او كلب في البيت لكن مش مقبول ان انت تربي فرخة او تربي اي حوان تاني منتج يعني بالرغم ان ده ليه ازعاج وده ليه ازعاج ده ليه تكاليف للتربية وده ليه تكاليف للتربية ولكن ثقافة الانتاج نفسها هي اللي تغيرت في حياتنا يعني لو رجعت الكل للمرحلة السابقة على مرحلة الاغراق الصيني اللي كانت بتحصل لنا لا كان فيه ورش وكان فيه نخضة صناعية موجودة في مصر والعمل المصري ماهر وكان بيقدر يشتغل بادوات كمان ضعيفة جدا مش متقدمة فاذا النواة موجودة عندك ولكن انت محتاج ان انت تعيد توجيه الناس مرة تانية الى ثقافة الانتاج طيب ايه اللي بيحصل النهاردة على عرض الواقع؟ على عرض الواقع النهاردة السوق محتاج منتجات وطردت على ده ان المنتجات المستوردة بقى تمانها غالي جدا فده بقى عامل هامش ربح كبير جدا يسمح لك كشاب ان انت تشتغل في تصنيع يعني انا لما كنت بتناقش مع الشباب يقولولي احنا هنفتح انترنت كافية هنفتح مش عارف محل بلاي ستيشن هنعمل لمشروع مشروبات فانا بسأله انت ليه بتعمل المشاريع دي فبيقولي المشروع ده هيدخلي داخل يومي مكسب قد كذا فطب انا بقوله دلوقتي طب ما تيجي تشتغل في تصنيع قطع تغيير سيارات نفس القطع دي انت هتخط فيها ساعتين او ثلاث ساعات من يومك هتطلع للقطع دي برضو هتكسب تلتمائة او ربعمائة جنيه في اليوم يعني ده انت لو في اليوم عملت اكتر من قطع يبقى المكسب يتزايد وخاصة ان في قطع غيار بسيطة جدا وسهلة جدا لغاية النهار ده السوق المصري حصل له اغراض بقطع الغيار وخاصة قطع غيار السيارات الصينية والتركية والكورية انت النهار ده فقط ان انت تقلد قطع الغيار دي مش حاجة صعبة ومش حاجة فيها نهاء وترانسفير حتى فانت قادر تغزي السوق بمنتجات كتير لما تلاقي ان احنا بنستورد بخمسة وخمسين مليار دولار تخيل الفلوس دي لو دخلت جيب المصريين هيبقى الوضع عامل ازاي فانت عندك مشكلة شعبوية في الاساس لازم نوجه ثقافة الناس للانتاج وده دور اعلامي كبير ومهم انتو لما بتلفتوا انتباه الناس لحاجة معانة الناس بتستجيب وخاصة ان انت بتلفت انتباه الفرصة مكسب فانا النهار ده بنتناقش ان فيه ناس على ارض الواقع شغالة في تصنيع قطع الغيار وفيه ناس شغالة في تصنيع الاساس المنزلي وفيه ناس شغالة في صناعة الملابس وكل الناس اللي بتنتج وبتنتج باحترافية بتكسب يعني ما فيش حد بيعمل في الصناعة في ظل هذا الزمن وبيخسر لان المنتجات المشتوردة اللي هو المنافس بتاعك اللي كان تعبك جدا لمدة عشرين وثلاثين سنة الظروف النهار ده في مصلحتك فيه حرب اقتصادية عالمية فانت النهار ده في تطور كمان الاوضاع في الايام اللي جاية هيبقى فيه ازمة حقيقية في قطع غيار المكان والمعدات يعني كلما الحرب الاقتصادية بتشتد ما بين الغرب والشرق الامور بتزيد هم هيبدأوا يمنعوا تصدير المكان وخطوط الانتاج وكل طرف عنده بيمتلك موارد هيبدأ ان هو يستخدمها في الضغط فاذا احنا النهار ده عندنا ضرورة ان احنا يبقى عندنا التوجه ده حقيقة دولة بتشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سنة 2016 من ساعة ما عملنا مبادرة المئتين مليار جنيه نعمل المشروعات دي عملنا دلوقتي المجمعات الصناعية اللي بتخدم عليهم بالمناسبة انت بتتكلم في خمس تلاف مصنع بتوضاف الى الطاقة الانتاجية ما يتم افتتاحه دول خمس تلاف وحدة اصلحه الخمس تلاف مصنع كاملين الترخيص يعني اي شكوى كان بتيجي سابقا ان انت هتديني وحدة وانا هتعب في المرافق وهتفعب عشان اعمل الرخص الوحدات جاهزة هتماكنها واشتغل وانتج فالدولة وغدى خطوات ولكن لسه الانتاج مش شعبي وده راجع لعدة عوامل في اساسها نقص في مستلزمات الانتاج ونقص في المواد الخام ويمكن انا كنت اتناقشت مع حضرتك في السابق في ان انا شايف ان لازم يبقى عندنا مدينة حرة للمواد الخام ويريد تكون في منطقة قناة السويس يعني الدولة بدأت تطبق حاجة احنا كنا نتكلم عليها انا كنت طالب ان يبقى فيه تشجيع لتجارة الترانزيت مناطق التخزين في مصر اللي في المواني تزيد انت النهاردة عندك على محور قناة السويس مناطق شسعة تنفع ان انت تعمل فيها مواني جفة يعني تقدر ان انت يكون عندك هب لتخزين للخطوط الملاحة العالمية هما بالفعل بيحتاجوا مساحات تخزين عشان يعيدوا التوزيع منها مرة تانية فاحنا قدامنا تحدي بصراحة وبوضوح الدولة جزء من دخل من دخل المناطق دي بيجي لنا من الارضيات والحراسة اللي انت بتقدمها تمن الكنتينر لما بيقعد عندك في الميناء ده مصدر دخلي فانا النهاردة التحدي ان انا اقل المصدر الدخلي ده يعني انا عايز اقول لخطوط الملاحة العالمية انا ارخص لما تخزن عندي من اي حتة تانية في العالم وده هيكون ليه معنى مهم مش ان انا بس بعمل عندي مناطق تخزين لا انا هيبقى عندي مركز للمواد الخام في الشرق الاوسط وفي افريقيا هيسمح للصناع اللي عندي هيسمح للناس اللي عندي ان يبقى فيه منافسين بيقدموا لهم المواد الخام واحنا عشان نبدأ نعمل كده في خطوات الحاجات دي ما بتحصلش في يوم وليلة احنا محتاجين نبدأ الاول ندعو اصحاب خطوط الملاحة العالمية وندعو موردين المواد الخام في اكتر من مؤتمر ومنتدى ان هم يزوروا المنطقة في قناة السويس وتأسيس منطقة للتخزين اسهل بكتير من تأسيس منطقة صناعية يعني اللي احنا بنتكلم في ده من سنة من ست شهور لسنة نقدر نكون حطينه على ارض الواقع مزيد من مناطق التخزين وتخفيط في قيمة المبالغ اللي احنا بنقجر بيها المناطق التخزينية عشان نقدم بديل لخطوط الملاحة العالمية ان هم يخزنوا عندنا عشان نقدر قدمها في صورة زي باكتج يعني رسوم عبورك زائد خدمتك زي مش عارف ايه زائد مناطق التخزين واللوجيستكس الاخير انا عايز اعمل سوق للمواد الخام في محور قناة السويس منطقة حرة للمواد الخام يكون مخزن فيها المواد الخام من كل بقاع الارض خلي بالك فيه شحنات بتتبعوية في البحر فانت قادر تجار بتوعنا بدل ما هم بيشتغلوا في الفاينال برودكت في المنتج النهائي عايزوا ميوجهوا راس مالهم لاستراد الخامات لاستراد مستنزمات الانتاج نعمل مركز للتخزين نعمل مركز مالي للتخزين في المنطقة دي والمنطقة جزابة ان يحصل فيها كده لان المهم ان انتهي عندك مواني يكون فيها سهولة في الشحن والتفريغ واحنا استثمرنا في السنوات اللي فاتت مواني واستثمرنا في الارصف البحرية بما بقى يسمح لينا فعلا عندنا النهاردة الادوات اللي تساعدنا على ده بل الاكتر ان كمان فيه تطورات بتحصل في ميناء السخنة وفي شرق مرسعيد هتسمح لنا بمزيد من ده ففيه تحدي ان احنا نضحي بالقيم الاجارية بتاعة الكنتنرات انت فيه دخل بيخشي لك دلوقتي من الاجار ده انا بقول لك خفض الدخل ده بس فيه سبيل ان انت تكتزب الناس دي تخزن عندك كل ما البضاعة بقت متخزنة عندك والمنافسين العالميين بقى موجودين عندك لما انا بقى صاحب مصنع محل في مصر بسهل علي ان انا مدي ايدي واخد المستلزمات ادخلها عندي بقى ايش في عندي قزمة حصول على المستلزمات الانتاج الله ينور عليك متخزنة عندي يعني انا انا هقدم لهم كل التسهيلات حتى لو ما كناش هنكسب من فكرة التخزين نفسها ولكن توفر المادة الخام على ارضنا انا النهار ده مثلا بدعوا المصانع في المانيا وفي اوروبا انها تيجي تنقل خطوط الانتاج وتيجي في مصر في الوحدات اللي هي خلصة التجهيز والمرافق دي بقول لهم تعالى هاد بس خط الانتاج بتاعك هتنقله في ثلاث شهور وهتيجي تعمله تركيبات وسطب هنا في ست شهور وتنتج لان المادة الخام الاساسية اللي هي الغاز متوفر عندي فاتخيل ان انا توفر هذه المادة الخام عنصر جاذب طبعا فتوفر مزيد من الخامات على ارضي وفي مكاني هيكونهم مزيد من الجذب للصناعة لان الصناعة كنشاط انتاجي هو كسيف العمالة يعني على عكس التجارة التجارة بتعتمد على عدد محدود من الناس فاذا انت عايز تزود دخل اكبر عدد من المواطنين اللي عايشين عندك في الدولة لازم تزود من انتاجية هؤلاء الافراد فده من خلال توجيههم للصناعة ومش بنتكلم بس على الصناعات البداية او على الصناعات البسيطة لا انا كمان لو عايز اعظم من دخل الافراد دول لازم امرنهم لازم ادربهم يعني برضو ثقافة التدريب ثقافة غايبة عننا المفروض ان العامل سنويا يطلقى تدريب بشكل او باخر اي عامل وفي اي مجال في نشاط خدمي في صناعة في انتاج في تجارة بطبيعة الحالة على مستوى العالم ان الطرق الصناعية والتجارية بتتطور فلازم العامل سنويا يكون بيطلقى دورات تدريبية تحفزه وده استثمار ده مش انفاق وده استثمار با هي التنمية البشرية هي استثمار طبعا النهاردة المهم بالنسبة لي يكون الناس حاسة بنتائج التنمية فلازم ده يكون بينعكس من خلال هو شايف فيه تحسن في حياته فيه بروجرس فيه نموه بيحصله فطبعا هقدر اشتغل الاول على مهاراته هو لازم اكون بقدم له برامج تدريبية ليه هو فانت النهاردة المسألة مسألة متكاملة النهاردة انا عندي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيديك دورات لو حضرتك عندك فكرة مشروع بتروح له بيقولك والله ممكن تدير مشروعك بالطريقة الفلانية ممكن تعمله وتسويق بالطريقة الفلانية وحطين ده على الويب سايت بالمناسبة بتاعهم وعندهم افكار طيبة كتير جدا ولكن فيه برضو جزء كبير من المصريين لغاية النهاردة مش مصدق ان الجهاز بيقدم الخدمات دي يعني انا محتاج مزيد من التواجد الجهاز مش موجود في الجماعات تخيل الجهاز عمل ويب سايت على الانترنت بس هو مش واصل للشباب يعني انا النهاردة بحضر مؤتمرات كتير لرواد اعمال وبسمع على افكار كتير وفي جماعات متنوعة الجهاز مش رائعي للحاجات دي يعني المفروض فانا عايزه يبقى موجود قرين شايفينه انا النهاردة لما باجي اقول للناس على فرص التمويل يعني بالمناسبة الوحدات الصناعية اللي هما الخمس تلاف وحدة دول سهل الحصول على تمويل لمشروعك عليهم لان انت لما هتتقدم لأي بنكة او مؤسس التمويل انت معك مشروع ليه مستندات وليه ترخيص فتقدر ان انت كمان تجد ممولين ومستثمرين يساعدوك فانت بتتكلم في تغيير ثقافي انا عايز الاجهزة الحكومية تقرب يعني اكتر للناس تقرب اكتر للشباب قبل عندي سؤال بما انه اتكلمنا على مسألة الثقافة بتاعت الفرد في اطار المجتمع هو جزء من الثقافات المتوارسة خلال تقريبا 30-40 سنة ان المنتج المصري وحش وانه اليد العاملة المصرية غالية انا افتكر مع الفوارق في الستينيات كان فيه تقريبا 7 سنين مصر وقفت الاستيراد تماما بس ما فيش مكانة في مصر وقفت لانه عمال الخراطة وورش الخراطة المصري صنعت تقريبا كل قطع الغيار الممكنة فما فيش مكانة وقفت وده النهاردة بيحصل يعني انا باعتبر كلامنا ده حصل على الارض الواقع احنا في خلال الست الشهور اللي فاتوا فيه مشكلة حصلت فكان نتيجة المشكلة دي ان فيه نقصة حصل في قطع الغيار اللي موجودة في السوق فده ترطب عليه فعليا ان ورش الخراطة رجعت تشتغل وتاني اللي انا بقوله ان النهضة الصناعية اللي حصلت في بريطانيا وفي ألمانيا هي كانت قائمة على الورش الصغيرة وللسادة المشاهدين هي النهضة الصناعية لما بدأت في بريطانيا اتنقلت ازاي لألمانيا اتنقلت ان الألمان بدأوا ياخدوا مدربين من بريطانيا يعلموا الناس عندهم الصناعة بدأوا يستوردوا العدد والآلات من بريطانيا عشان تبقى ألمانيا عندها قدرات صناعية فالنمازج الصغيرة دي لما بيبدأ ورش الخراطة وورش اللحام تشتغل مع بعض ده بيعمل جزء مرحلة في الانتاج وده بيعمل مرحلة تانية في الانتاج وجنبهم ورش البلاستيك بتعمل مرحلة تالتة ويصين قائمة على الفكرة دي مشاركة المكسب يعني هو فعليا يعني المنتج عندهم بيتجمع في اكتر من مكان واغلب المنتجات بيحصل فيها المشاركة بالشكل ده انا بس هاعتذر لك يعني لان انا مش شايف المنتج المصري سيء بالعكس مش سيء خالص يعني انا بقولك ده جزء من ثقافات الفردية انه في كلام رائع في منتجات مصرية شديدة الجودة والسوق الافريقي بيرحب بيها جدا والسوق العربي بيرحب بيها جدا ولكن في منتجات رضيئة موجودة في مصر انا اقول حاجة بقى انا عندي يعني بس مش هنعمل اقلات اه شركة من الشركات العظيمة الكبيرة اللي بتصنع عربيات فاخرة الماني في قطع غيار منها بتتعامل هنا في المصر المصري وبتتصدر تاني على الاوروبة انا اقول له حضرتك بتعامل الكابلات الكهرباء بتاعتها كابلات الكهرباء ده يا فندم هو مين اللي بنى الوطن العربي يعني احنا المهندس المصري والعامل ده شيء موسق في التاريخ يعني احنا اللي بنينا هزا الوطن العربي احنا اللي بنينا هزي المدن الحديثة يعني اولادنا واخوتنا ومدرسينا ومهندسينا هم اللي بنوا هزا الوطن العربي هم اللي بنوا تقريبا الشرق الاوسط فمن حيث الفكر والمعلومات والثقافة عندنا وعندنا كتير ونقدر يعني نبني مزيد من البناء انت النهاردة وانت بتبني في الجمهورية الجديدة انا شايف حضرتك النهاردة بتستعرض مشاريع في ثلاث وزارات وده تقريبا بيحصل في الاسبوع مرتين ثلاثة صحيح كم الانجاز وكم المشروعات اللي بتتبني يمكن بس عشان احنا في مرحلة نهضة شاملة احنا بنبني في الاف المشروعات فده عامل ضغط مش مخلي الرؤية بالنسبة للناس واضحة انما بمجرد ما يتم افتتاح مثلا الخمس تلاف مصنع بتوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة دول وانتاجهم ينزل السوق هيكون فيه فرق انت ورده النهاردة زمان كان فيه دايما المواطن بينزح من السعيد ويجي للقاهرة او اسكندرية بحثا عن فرصة العمل انت النهاردة عامل له منطقة صناعية في الفيوم بتخدم عليه لقوا في بني سوف والظاهير الصحراوي كله للمحافظات اللي كانت اقتزت الظاهير ده كله النهاردة عليه مدن جديدة انت بتتكلم في 26 مدينة جديدة ده في الصعيد او في الصعيد الناس مش محتاجة تيجي تستثمر في القاهرة وبقى فيه طريق سهل اجيب المستثمر اللي جاي من القاهرة يقدر يوصل للصعيد زي ما انا بقى فيه دميات الجديدة زي ما بقى فيه المنصورة الجديدة ما دميات الجديدة دي قلعة من قلعة صناعة الاساس ما هي بتصدر يعني احنا عندنا نمازج ايجابية شديدة وانت بحتاج ان انت تعرض هذه النمازج الايجابية على الناس وعلى فكرة الناس بتحب قصص النجاح جدا يعني المسألة مش بس ان المشاهد بيبحث عن الترفيه لا المشاهد لما بيلاقي ان فيه عمل فني متقن يحفزه ده شيء هيكون ايجابي جدا وانا بتمنى فعلا ان احنا نقدر كلنا نتحد على فكرة الانتاج ايه اللي ناقصنا والله احنا ناقصنا واحد اتنين تلاتة طيب احنا دلوقتي الدولة انجزت من واحد اتنين تلاتة دول واحد واثنين وفيه تحديات بتقابلنا لازم نتشارك ولازم نقف مع بعض ولازم نبني بلدنا يعني احنا من البداية عارفين ان الواقع صعب وعارفين ان الادوات اللي معانا قليلة واللي كان خلى الانظمة الحكم السابق انها ما تبنيش وما تعملش اي حاجة ان مفيش موارد فانت عارف ان انت عندك تحدي في الموارد وتحدي في التمويل ولكن احنا خدنا قرار مع بعض بعد ما قمنا بصورتين ان احنا هنبني بلدنا صح فيه تحديات وفيه حربة عالمية وفيه وباء وفيه كل شيء ولكن احنا مستمرين في الكفاح والبناء واللي انت يعني حضرتك او السيد المشاهد لازم تكون متأكد منه ان اللي بيتبني بيفضل الاشخاص بتمشي انت النهاردة بتستفيد باناطر عملها محمد علي بتستفيد بسد علي بناء الرئيس جمال عبد الناصر فكل مشروع انجز للناس اللي ساتنا فيه هو انجز كل مشروع تعمل في حياة كريمة او في منطقة عشوائية حياة الناس اللي فيها تغيرت دي مشروعات حقيقية بقت جزء من وقعنا وجزء من حياتنا فاحنا حققنا انجزات وعندنا تحديات اكبر ولازم نكافح مع بعض ولكن انا متفائل جدا ان اللي جاي كله خير لمصر يعني يعني كان زمان عبد الناصر يقول سنوحقرب سنوحقرب احنا سنوكافح احنا بنحارب فعلا شوف القاعدة دي فعلا ما تتحسبش وانا اخرتك اصلا ودخلنا متأخرين الفقرة عشان الموزيع رغاي بس كلها دي زحمت حاجات بصراحة قوي يعني فمعليش المرة دي عندنا المرة جاية بقى عايزين نقعد قاعدة على بعضها ممكن يبقى محورين رئيسيين فيها حجم التحدي قد ايه وحجم المطلوب مننا ايه عشان نعرف نواجه ده وهناخدها حتى واحدة واحدة ونشوف حجم المناطق الصناعية اللي عندنا واحنا مطلوب مننا نعمل كم منطقة صناعية وحدة انتاج يعني انت يعني ايه الدولة كلها وقفة على المنطقة اللي في العاشر والمنطقة اللي في ستة اكتوبر كان جاي لي مستثمرين بعد الثورة في 2011 و12 مفيش مناطق صناعية يعني الشركة بتاعت الكابلات دي قالوا لي رسمي كده احنا عايزين مناطق ودول كانوا بيأجروا مننا ولازالوا بياخدوا المتر بالدولار مكانش فيه مناطق صناعية طب انا ازاي ما روحش عمل لهم مدن صناعية جديدة طب انا عشان عمل مدن صناعية ما انا عملت طريق وروحته لازم اجيب له محطة كهرباء ومحطة مية الوضع كان كده يعني كان حقيق احنا عايزين نجيب مستثمرين بنقول طب اجيبهم فيه انت ما كانش عندك لسه رملة وصحرة فالحمد لله على ما كان وما سيكون مزيد من فرص العمل اكيد فيه نز علام صح انت عندك النهاردة نسبة بطالة كانت 14% في 2014 ده مزبوط بقت النهاردة اه 6.9% بس خليك واخد بالك الست دول 6 مليون فصوتهم مسموع يعني هما عندهم قلم حقيقي فسخد بالك يعني وعائلاتهم حسب قلمهم لو بنتكلم فحتى 7% 7% وانا عندي زيادة سكنية مستمرة بالتأكيد فلو انا اصلا كانت زيادة السكنية مسيطرة عليها كان نسبة البطالة بتاعتها هتبقى أقل من كده كتير يعني قصدي اللي بيتكلم بيقول احنا بنبني وبنتعب هو بيتكلم على حق واللي بيتكلم بيقول انه ظروفه صعبة هو كمان على حق احنا دورنا ان احنا نسمع كويس وانا جد حلول صلى الله نورت وشرفت وقفت برغم ضيق الوقت الا انك كنت مركز كالعادة زي ما كنت بيقول اصابة السوادة نورت وشرفت بشكرك جدا 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 الى لقاء قادم قريب جدا ان شاء الله وكل الشكر الدكتور احمد سعيد خابرنا الاقتصادي البارز هستأذنكم نروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام ولكن ايضا عن ايه بقى عن البيئة والتحديات المقبلة واحنا كمان داخلين على شرم الشيخ كوب 27 استنونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة